وليه بيحصل دائماً عن نادي الأهل؟ وليه بيحصل دائماً أن ما فيش حكام بتروح تشوف البار أو بيبقى البار متأخر أو ما بيتشافش خالص وخاصةً يمكن بنتكلم في 4-5 متشاط أنت بتتكلم في 5-6 متشاط من 9 أسابيع فعايزين نعرف برضو الغلط فين ومين السبب يعني؟ يا كابتن هنا أنا المفترض أنا بقول لجنة حكام من خلال هذا البرنامج المحترم وهذا الكنال المحترمة وتاني يا كابتن وجيه والله والله إحنا دعمين للتحكم المصري وقفين في ظهرك وقفين مع حكامك بس حكامك مش مشاعدة نفسيها حكامك تساعد نفسيها كابتن وجيه لابد النهاردة يعني تاني بقول حديثك وأنا عارف أنك أنت يعني بتاخد الإجراءات لابد سياسة السواب العقاب مش هينفع كابتن النهاردة أنا حكم يهمل يهمل عندي ويلعب ماينفعش يا جماعة يعني أنا النهاردة حكم بيقصرني أنا النهاردة المدرب يا كابتن هاني بيعمل ايه؟ يلاعب 11 اللاعب اللي هما بينجعوه في المرعب لما بيحس أن يلاعب مقصر شوية بفضل يطلع وينزل تاني أنا النهاردة كان لاجل حكام لابد إن لاجل حكام هي كمان تخاف على نفسيها يا كابتن الحكم اللي مش هيشتغل معايا بشكل جدي ويهتم ويركز من فضلك يركن ما فيش هزار ما فيش هزار إن نهاردة انت النهاردة موجود يا كابتن واجيه ولاجل الحكم لتحقيق العدالة ما بين الاندية كلها ده هو أساسك مش موجود عشان خاطر لتحقيق العدالة بينك وحكامك إن كل الحكم تاخد مطشاط لا يا كابتن أنا معنديش كل الحكم تاخد مطشاط أنا عندي الحكم الكويس هو اللي هيلعب كابتن أنا مبوزعش بعملش عدالة ما بين الحكم يبدأ أخ труд خمسة يبدأ أخد خمسة ده أخد ست dwa خد ست لا العدلة بالنسبة للأندية أو بالنسبة لكل الدنيا أنك أنت تحقق العدلة التحتمية للأندية من خلال الحكم الكويس ولي يجيد هو ده اللي يعني